اعلان هام من التعليم للطلاب من خامسة ابتدائي للشهادة الاعدادية نشر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اعلان هام على حسابه الشخصي على الفيسبوك وذلك بعد ان شاركه من الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا وهذا الاعلان يخص الطلاب في صفوف مختلفة وهم الطلاب من الصف الخامس الابتدائي وحتى طلاب الصف الثالث الاعدادي بالاضافة الى اولياء امورهم بصفتهم يتابعون مذاكرة ابنائهم حيث اعلنت قناة مدرستنا لهؤلاء الطلاب واولياء امورهم انها ستبدأ من جديد في بث البرامج التعليمية وستقدم شرح وافي للمناهج الدراسية للصفوف المذكورة وافاد الاعلان ان قناة مدرستنا ستبدأ في اذاعة برامجها التعليمية بيدا من يوم الاحد الموافق الرابع والعشرين من اكتوبر اي بعد يومين من الان وانتهى الاعلان بسؤال الطلاب هل هم مستعدين يذكر ان قناة مدرستنا هي احدى القنوات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم وتقوم ببث واذاعة البرامج التعليمية لشرح المناهج للصفوف المختلفة مستخدمة النظام الوسائط المتعددة مثل الصور والفيديوهات والرسوم البيانية وغيرها وتبث قناة مدرسية ارسالها على تردد اثنى عشر الف وثلاثمائة وثلاثة استقطاب انفقي معادل الخط اي ستة خمسة وكانت هناك اعتماد كبير على هذه القنوات التعليمية في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا وغلق المدارس والاعتمام على التعليم عن بعد اما هذه العام فقط تحت الحكومة المدارس وعادت حركة التعليم لطبيعتها بنظام الحضور الكامل اشتركوا في القناة